للحديث أكثر عن الأسواق العالمية وحركة أسعار النفط ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من لندن الخبير في الأسواق المالية العالمية والخبير النفطية دكتور مصطفى البذركان أهلا بك برأيك هل تعاود أسعار النفط تخطي حاجز 70 دولار في ظل العوامل المؤثرة التي تشهدها أسواق النفط في الوقت الراهن والذي تدفعه إلى مزيد من الانخفاضات قد يمكن ذلك ولكن دعيني أوضح نقطة أنه اليوم خاصة قبل ثمانية ساعات من الآن تراجعت أسعار النفط إلى دون 64 دولار و20 سنة لماذا؟ لأنه تأثرها بإعلان يوم أمس كان إعلان مفاجئ ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي هذه نقطة النقطة الثانية وهو ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى 10 مليون و250 ألف برميل هذا الارتفاع الذي كان يتوقع أنه يحصل بعد ثلاثة أشهر حصل اليوم ولذلك مع افتتاح أسواق الآسيوية قبل ثمانية ساعات تراجع سعر برينت إلى 64 دولار وقليل والنفط الأمريكي إلى 61 دولار ولكن قبل ساعتين من الآن قفزت أسعار النفط أكثر من دولار وربع بالنسبة إلى خام برينت وإلى ويستكساس لماذا؟ لأن هناك عاملان رئيسيان أعلنت الصين ارتفاع مواردها من النفط الخام إلى أعلى مستواتها وهي 9.750 ألف برميل النقطة الثانية وهي أعلنت قبل ساعات هناك انقطاع في الخط الرئيسي لأنابيب خام برينت الذي ينقل حوالي 450 ألف برميل خط فورتيز قد يستمر هذا الانقطاع خلال هذا اليوم ولذلك نرى هذه التذبذبات تنعكس على أسعار النفط وتنعكس حتى على اندفاع المستثمرين على أسعار النفط خلال هذا اليوم أعتقادك إلى أي مدى تلك الانخفاضات تكبح من جهود الأوبك والمستقلين؟ دعيني أوضح نقطة اتفاق أوبك نجح في انقاذ أسعار النفط من الحدار هناك اتفاق بخفض الانتاج بين الدول أوبك وخارج أوبك هناك نقطة لا بد من تأشيرها أنه هذا الخفض لا بد أن يستمر يستمر حتى إلى بعد نهاية هذا العام لن تتمكن منظمة أوبك كمنظمة الانسحاب من هذا الخفض لماذا؟ لأنه هناك عوامل أخرى يعني نرى أنه النفط الصخري الأمريكي ارتفع عن إنتاجه ويحصل على حصة من السوق العالمية هذه الحصة لن يتخلى عنها ولذلك نعتقد سيكون هناك ضغط على منظمة أوبك للاستمرار في هذا الخفض وقد يكون هناك ضغط أكبر قد يسأل المشاهد الكريم متى حينما قد يكون هناك انسحاب من هذا الخفض من دول خارج أوبك على سبيل المثال روسيا هناك ضغوط على الرئيس الروسي من شركات النفط لإطلاق إنتاجها هناك اتفاق بين روسيا والصين لزيادة تزويد الصين بالنفط هذا الذي يجعل قد يكون هناك ضغط على منظمة أوبك وقد تتبنى خفضا أكثر من هذا الخفض الحالي لإنقاذ أسعار النفط وإلا ستنحدر أسعار النفط بهذه العوامل نعم أشار بخيت الرشيدي وزير النفط الكويتي إلى أن زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي أو عفواً أمريكي أدى إلى اختلال ميزان السوق ما أسهم في تراجع أسعار النفط الخام خلال السنوات السابقة طبعا لافتا إلى أن هناك توقعات تشير إلى استمرار زيادة إنتاج النفط الصخري خلال الأشهر المقبلة برأيك دكتور كيف ستواجه أوبك سياسة الإنتاج الأمريكي التي تعيق من بلوغ ميزان السوق إلى هدفه طبعا ليس هناك سر أن النفط الصخري جاء ليستمر وسيتصاعد إنتاجه هناك شركات كبرى نفطية تنقب عن النفط التقليدي اشترت شركات النفط الصخري وخاصة مع ارتفاع أسعار النفط هذه الأسعار التي الآن تراح بين 65 إلى 70 دولار هي أسعار مجدية مع تقدم التكنولوجيا لإنتاج النفط الصخري هذا الذي يؤثر ويجعل هناك ضوط على أوبك أوبك لديها خيار وهو الاستمرار في هذا الخفض وعدم الانسحاب من هذا الخفض وقد يكون هناك أمامها بديل آخر وهو زيادة الخفض بمعنى تعميق الخفض من أجل إنقاذ الأسعار وإلا سيكون هناك يعني انحدار في هذه الأسعار ولذلك أنا أعتقد أن منظمة أوبك لا بد أن تأخذ بالاعتبار استراتيجية بعيدة المدى النفط الصخري لا يمكن إخراجه من معادلة أسعار النفط النفط الصخري جاء ليبقى وهناك ضغوط حتى من الإدارة الأمريكية والشركات النفط الأمريكية لجعل النفط الصخري هو ضمن المعادلة النفطية الدولية لكن هناك من يرى بأن هذا التقدم في استعادة الأسواق توازنها مرهون بالطلب العالمي على الطاقة والذي سيتكفل بتقليص المخزونات إلى المستوات المستهدفة إلى أي مدى تتفق مع هذا الأمر؟ هذه نصف الحقيقة صحيح يعني اليوم كما قلت في البداية الحديثي الصين أعلنت ارتفاع مهاردها من النفط تجاوزت 9.37 هذا صحيح ولكن هناك العرض والطلب إن كان هذا هو الطلب سيزداد وهناك طبعا توقعات نحن نستند على توقعات قد تخطئ وقد تصيب الجانب الآخر وهو المعروض لا بد من أن أخذ بالاعتبار المعروض هناك التزام بإتفاع خفض أوبك ولكن هناك عامل آخر لا يلتزم لا بهذا الخفض ولا سواء من داخل أوبك أو خارج أوبك وهو النفط الأمريكي النفط الأمريكي ارتفع وتجاوز 10 مليون برميل هذا المستوى لم يصله منذ عام 1970 وهناك اندفاع لزيادة الإنتاج على سبيل المثال بدأت الولايات المتحدة تصدر النفط يعني اليوم مستوى تصدير النفط تجاوز 1.6 مليون برميل 40% منها إلى أسواق آسيا 35% إلى الأسواق الأوروبية هذا الذي يجعل هناك عامل رئيسي وهو النفط الأمريكي ولكن لا يدخل ضمن تخفضات لا أوبك ولا خارج أوبك ولا هو ملتزم بأي اتفاق بخفض الإنتاج والحفاظ على الأسواق لماذا؟ لأنه ينشد الحصول على أي حصة ولن يتنازل عنها في أي ظرف كان نعم ولكن على الجانب الآخر أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت ارتفاع بمليون وتسعمائة ألف برميل في الأسبوع المنتهي كيف تقيم مقدار هذه الزيادة المفاجئة قياسا بالعوامل المسببة للارتفاع؟ طبعا هذه الزيادة أنا برأيي المتواضع لم تكن مفاجئة زيادة متوقعة وبالعكس كان هناك ممكن أكثر من هذا الرقم ولكن لماذا؟ لأن هناك زيادة في إنتاج النفط الأمريكي سواء التقليدي أو الصقري هناك أيضا ستبدأ أو يعني على وشك البدء هناك عمليات لإدامة مصافي التكرير ولذلك سيكون هناك أيضا ارتفاع في مخزونات النفط للفترة القادمة هذه كلها عوامل تؤثر على أسعار النفط وسنرى تأثيرها واضح خلال الساعات وخلال الأيام القادمة إضافة إلى أنه في هذه الفترة أيضا سنشهد هناك تأثير العوامل الجيوسياسية على أسعار النفط أيضا نعم على جانب آخر مخزونات البنزين الأمريكي زادت ثلاثة ملايين وأربعمائة ألبرميل لكن حسب المعايير التاريخية والنمو في استهلاك البنزين في الأسبوع الخمسة الأولى من هذا العام 2018 يشار إلى أنها غير عادية في الأسبوع الماضي إذ كان ثاني أعلى تسجيل لذلك الأسبوع من السنة وقريبة جدا من الرقم القياسي في عام 2007 تفسيرك لتلك الارتفاعات دكتور طبعا هذه الارتفاعات تعكس هناك نشاط في محطات التكرير هناك خطة لمحطات التكرير لزيادة نشاطها وخزن هذا المخزون لماذا كما قلنا ستشهد غالبية محطات التكرير في الولايات المتحدة عمليات إصلاح وصيانة ولذلك هي تأخذ هذا بالاعتبار النقطة الثانية وهي تأخذ بالاعتبار لا ننسى أنه فصل الشتاء في الولايات المتحدة هذا العام هو فصل الشتاء قاسي هناك عواصف ثلجية هناك انقطاعات في الطرق ولذلك نرى أن هذه المحطات تأخذ هذا في الاحساب ولذلك نرى أنه قد تصل إلى مستويات قياسية ولكن هذه أيضا تجعل هناك ضغوط على أسعار سواء المنتجات النفط أو حتى على أسعار النفط الخام أشار تقرير لشركة وود مكنزي بأنه في السنوات الأخيرة قامت عديد من شركات النفط الوطنية الغنية بالموارد ضخ هذا النفط الخام في مصافي التكرير المحلية لتلبية احتياجات نمو الطلب من أجل الاستفادة من استثمار مرخفض المخاطر غير أن هذا التركيز يتحول الآن إلى تكرير الدولي في الاقتصادات الناشئة ولسيما في آسيا حيث يزداد الطلب بوتيرة سريعة كيف تعلق على هذا الأمر دكتور طبعا الجزء الأول من السؤال هذا جزء منطقي أنه الدول النفطية الدول المنتجة للنفط لديها محطات تكرير ولكن كان في السنوات القليلة الماضية بعض الدول النفطية الرائدة ومنظم الدول أوبك تمكنت من خلال مشروعات مشتركة بإقامة محطات تكرير في دول أخرى يعني على سبيل المثال المملكة العربية السعودية لهديها محطات تكرير في شرق آسيا في دول أخرى هذا الذي يجعل هناك تنويع سواء في الأسواق وتهيئة الأسواق لتكون أيضا أسواق لمنتجات نفطية هي ليست النفط الخام فقط والنمر نفط المكرر هذا الذي يجعل هذه المشروعات المشتركية مشروعات ذات فائدة للدول المنتجة والدول المستهلكة على حد سواء ولذلك أنا أعتقد أن هذه المشروعات ستجعل الدول المنتجة لديها أدوار اقتصادية ضمن الدول المستهلكة ولديها عوامل تأثير على الدول المستهلكة وبالتأكد تؤثر على أسواق النفط أيضا من لندن الخبير في الأسواق العالمية والخبير النفطية الدكتور مصطفى البذركان شكرا جزيلا لك